بعد الضجة الإعلامية التي صاحبت قرار تعليق اللحوم المستوردة من البرازيل عقب فضيحة اللحوم الفاسدة ها هو وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد سلام شرغومة يطمئن المواطن ويؤكد أن قرار التعليق إجراء احترازي أقدمت عليه الحكومة لحماية المستهلك ولم يتبث لحد الآن أن اللحوم المستوردة فاسدة اللحوم البرازيلية وما كانت متوجها للجزائر متوجها للعالم ككل فإجراء توقيف موش منع توقيف استيراد اللحوم من البرازيل مست كل أنحاء العالم من هالجزائر ما كان حتى كيلو غرام من هذا اللحم اللي تخرج بدون أن تم فيه تحاليل وعلى هامش الندوة الصحفية حول التأمين على الأشخاص لمهني الصيد البحر والتربية المائيات في سؤال للشروق نيوز أكد الوزير أنه تلقى برقية من الصفار الجزائرية بالبرازيل تكشف فيها عن قائمة المصادرين البرازيليين الأربعة المتورطين في فضيحة بيع اللحوم الفاسدة للعديد من المتعاملين عبر العالم والتي تبين أن الجزائر لم تتعامل معهم إطلاقاً البارح والله جودي جاءتنا برقية من الصفارتنا في البرازيل كائن ديزيكس بورطاتور بريزيليا راهم ذركة بلاك ليستي والله ما على بل يهدتاش ثلاثة أو ربعة أو لا احنا كيبعتنا لليست هذا الازيكس بورطاتور ما يتعاملوش مع الجزائر بتاتاً تعليق الحكومة لاستيراد اللحوم من البرازيل خلف جدلاً كبيراً بين مشكك في صلاحيتها ومن عدمه لا سيما بعد تساع رقعة الدول التي امتنعت عن استيراد اللحوم ليبقى انتظار نتائج تحليل الحاوية التي تضم 24 ألف طن من اللحوم تشد انتباه كل الجزائريين خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم